من كانوا هناك في الأمس أصبحوا الآن هاهنا برهم صالح لئيساً للجمهورية في العراق ولأن السياسة فن المتناقضات والمصالح يتحول الداعم لاستفتاء انفصال كردستان العراق يتحول في كلمة تأذية القسم إلى رمز لوحدته والمدافع عنها منصب رئاسة جمهورية الذي أثار جدلاً غير مسبوق هذه الأيام رغم أنه منصب بروتكوري في دستور ما بعد الاحتلال وفق نظام المحاصصة الذي كان وراءه اتفاق دمني بين الحزبين الكرديين اختل بعد استفتاء كردستان الأخير فولد قساماً في البيت الكردي ظهر في ظله التصابق منشحي الحزبين الكبيرين إلى السفارة الإيرانية في مشهد يعتبره العراقيون تكريساً للنفوذ الإيراني المتنام في بلادهم وبالفعل تم لبرهم صالح ما طلب في ظل اتهامات نواب بالبرلمان بأن ما جراه هو مكافأة إيرانية لحزب الاتحاد الكردستاني وفي ظل رفض حزب الاتحاد الكردستاني لهذه الفرضية يأتي بعد أقل من ساعتين من انتخابه تكلف الرئيس الجديد لعادل عبد المهدي رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة وهي خطوة أخرى في صالح محور إيران ضمن التسوية التي انطلقت منذ انتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان وصولاً لعادل عبد المهدي الذي يشكل عنصراً توافقياً فيه فهو أحد المؤسسين للمجلس الأعلى الذي شكله الخميني في الثمانينيات ومؤسس فرعه بكردستان منذ التسعينيات وعليه تكرس ذات الأحزاب وذات الوجوه التي تداولت على حكم العراق منذ 15 سنة وبمعنى أدق أن لا تغير في المشهد السياسي في بلد يشكو أساساً فساد الأحزاب وسوء إدارتها لمؤسسات الدولة وتركها المواطنين فئتون فقر مطقع وسوء بالخدمات دفع حتى المترئيسين الحاليين للاعتراف بالحقيقة المرة بأن العراق يستحق أفضل منهم فهذا الشعب يستحق أفضل من سياسيه ومن قادته ترجمة نانسي قنقر